أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اهتمام الدولة بالمضي قدما في تنفيذ المشروعات التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها ركيزة رئيسية في تقدم العديد من القطاعات وضمانة أساسية لمواكبة التطور نحو المستقبل جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة وقد أشار الوزير خلال هذا الاجتماع إلى مكانة مصر الإقليمية في قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية لافتا إلى أن شركات الناشئة المصرية في هذا المجال شغلت الترتيب الثالث في عام 2022 من بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الاستثمارات كما جاءت في الترتيب الأول من بين هذه البلدان العام الماضي من حيث عدد الصفقات